اذا عدنا حديث القاهرة مشروع قانون للاجئين في مصر يضبط عملية اللجوء الى مصر او يحددها او يضع لها معايير او يضع لها ثوابت او يعطيها يعني تشريعا وطنيا خليني اروح بقى الى المتخصص الخبير في هذا الشأن الاستاذ عشرف ميلاد ركسي المحامي والمحاضر في مجال اللاجئين واللي خبرة طويلة على الامم المتحدة بقى فيما يخص اللاجئين ومن بلاد الله لخلق الله وورا اللاجئين وامامهم ومعاهم خليني اروح الاول واسأل استاذ عشرف هل في تعريف محدد واضح مقدمة الامم المتحدة لكلمة لاجئ نعم اللي هو ايه فب في تعريفين في تعريف ضيق هو شخص له خوف له ما يبرره من الاضطهاد بسبب واحد من خمس اسباب الوقت يسمح اول حرق الخمس اسباب رأيه السياسي ورأيه السياسي ده سواء رأيه اللي بيعطنقه او المحسوب عليه لان معروف ان دول العالم الثالث ما عندهمش شك يفصل لصلاح المتهم بالشبهة يعني فحتى لو انا لا اعطنق رأيه السياسي ولكن سلطات بلدي اعتقدت ان انا معارض ودي طهمة في بعض البلدان فاكون لاجئ رأيه السياسي الدين والدين بمفهوم الواسع مش بالضرور الدين ممكن الدين الطائفة المذهب الديني ممكن اكون لا ديني ممكن اكون ديني مثلا في ايام انور خوجة في البنية لما لغى الدين وعمل الجوامع والكنايس مسارح وجراشات فانا بكون ليا دين فلو حصل لي اضطهاد فده اعتبر لاجئ الاصل العرقي طبعا عندنا اشهر الامثلة فرواندا لو انا الهوتو 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 اللي هم الاغلبية ده بسبب الاصل العرقي ايضا كان في البصنة يعتبر اصل العرقي ايضا الجنسية او القومية بمفهوم الواسع اذا الاكراد قومية مختلفة في ارض مثلا اذا العراق وان كان طبعا يعني خلينا يعني الرأي الدين بمفهوم الواسع الرأي السياسي الرأي السياسي الاصل العرقي الاصل العرقي الجنسية او القومية او الانتماء لفئة اتماعية معينة وهي تفسيرها بالضبط في القانون مجموعة من الناس يحملون نفس الصفات لاستطيعون تغييرها بدءا من بلد بتبطاهد مثلا اللي عندهم اعاقب بتبطاهد وهذا كان بيحرقهم على فتح اه اه بالضبط ما كانوا شهود بس كان فيه فئات كتير اصحاب المثلية الجنسية بل ان فيه مثلا من افغانستان ومن ايران الست اللي ان جوزها لو ضربها وعصبها عملها عاها مستديمة الدولة ما بتدخلش فهي الست دي فئة اتماعية معينة ففيه ستات اه طلبوا لجوء بره اه بس بتخفي دي عند مين يعني انا دلوقتي اقول له انا بطلب اللجوء قل لي طب ادخل في الغرفة دي و هنجيب لك حد من لو بريطانيا الهوم اوفيس وزارة الخارجية او من ادارة الهجرة في الدولة نفسها لاجن في بلدان زي مصري دخول عادي لمدة كام شهر الشخص ممكن يقدم بأي فيزا بأي تأشي وبل ان اتفاقية اللاجئين اللي ممكن لو شرحنا باستفادة مادة 31 لا تمنع العقوبة على الشخص لو دخل بشكل غير نظام للبلد اه شريطة ان يقدم نفسه الاقرب ممثل للسلطة وغالبا يكون حرص الحدود او الشرطة ويقول لهم ان هذه هي الطريقة الوحيدة اللي انجيب بيها بحيتي كان في قضية مشهورة في اسوان سنة 2008 اتقبض على اسيوبيين واريتريين جايين من مخيمات اللاجئين في السودان سيرا على الاقدام اتقبض عليهم كان حوالي 200 و حاجة شخص انا رحت لهم اسوان حضرت معهم وخدت نسخة من الاتفاقية للقاضية عشان اقولوا انه دخلهم الغير نظامي وسلموا نفسهم ده لا يعاقب عليهم اوما طبعا اخدوا شهر معواقف التنفيذ يعني وده كان كويس يعني اه كويس اذا ده طريق الدخول للاجئ نعم انا كدولة بحيسابه لاجئ ازاي يعني انا لما مصر بقول عندي كم مليون لاجئ بحيسابه منين اه احنا معدينات كم مليون اه اه انا فضل انا بكلم على اللاجئين اللي يمكن ان ينطبق اليوم تعبير اللجوء للاسباب الخامسة جميل جدا هل وكالة اللاجئين هنا في مصر حصراهم خليني طيب اه اضيف حاجة تانية بقى الخمس اسباب دول ده ده الكلاسيك ده التقليدي سنة 1969 منظمة الوحدة الافريقية اللي القذافي بعد كده سماها الاتحاد الافريقي صواتا بالاتحاد الاوروبي اه اضافت سنة 1969 اسباب تانية وهي وجود غزو خارجي او احتلال او قلاقل تهدد الامن الداخلي للبلاد في جزء او كل البلاد فدي طبعا وسعت المعيار بس ده افريقي بس اه بس بس لا بس انا لو جاي من العرق لا افريقيا مه مصر دولة افريقية انا اصد افريقيا بس اللي وسعت بالغرق الخمسة اضافت الهروب من فتنة او حرب اهلية حرب اهلية او غزو خارجي اه بالضبط فدي وسعت المعيار بشكل اكتر لان افريقيا طبعا لها حلخص هما الاتفاقيتين الاقليميتين افريقيا وتسعة وستين واعلان قارتخنة ده سنة اربعة وثمانين ده طبعا لعلاقة بامريكا اللاتينية دون الاتفاقيتين الاقليميتين فمصر من الفين واربعة بدأت تطبق اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية بالاضافة الى تطبيقها واحدة حمسين اه اه واحدة حمسين احنا ملزمين باتفاقيتين واحدة دولية والسنة اقليمية بالضبط كده عظيم على هذا الاساس اعود الى اسئلة ذاته اتفضل احنا عندنا مكانة اللاجئين اللي في مصر هنا مفاوضة او مفاوضة اللاجئين اسف عاملة حصر للاجئين في مصر تمام مفاوضة الامر الالتحدة لشؤون اللاجئين الموجودين تحت وليتها يزيدون قليلا على 300 الف منهم ده الرسمي كده اه لما اقول رسمي قلت 300 الف منهم 160 الف سوري منهم حوالي 58 الى 60 الف سوداني 20 الف من جنوب السودان مثلا 8000 اثيوبي 12 الف صومالي وهكذا فالاجمالي 300 الف الباقيين اللي الدولة بتعلن عنهم حاجة من الاثنين يا اما ما قدموش على اللجوء اساسي ما انا عادل زين هم لاجئين طيب ما اقولش لاجئين باقول مهاجرين اه اول حاجة التانية اول مقيمين امها اه اه الا جانب اول حاجة التانية ان هم شخص استنفذ انا يعني انا عشان اروح باقي لو اتكلمنا في موضوع استنفذت لقامة لا استنفذت فرصتين عشان اكون لاجئ اه لنفر الاستاذ ابراهيم عيسى دلوقتي يعني موظف مفوضية اللاجئين اه فانا اروح للمفوضية يا جماعة انا اسمي اشرف ميلاد وانا لاجئ حضرتك بتعملي ما يسمى بتحديث صفة اللاجئين اكد من حاجتي انا ما بكذبش ثانيا تنطبق عليها لانا واحد من الخمس اسباب لو اتزنقنا في الخمس اسباب ما هنشوف هنلجأ لاتفاقية في نظمة الوحدة الافريقية كويس بفيش يبقى انا بقى حظي وحش اه فحضرتك تقول لي بقى يا خلاص اترفضت بقى اعمل استئناف جايز مثلا اه لهجتي او زي ما يعني بقيله ارطانة مش مفهومة وده بيحصل كتير جدا جدا اه حتى في جوبة مثلا بتوع جنوب السودان بيكلمه جوبة عربي اه هو مش عربي اوي يعني بس فالشخص ممكن يحصل مشكلة محسن ممكن احيانا فروق ثقافية ممكن حضرتك تعملي المقابلة دلوقتي وكويس جدا بس حضرتك اديتني كوبات الموية دي بيدك الشمال فبعض القبال الافريقية ليد الشمال دي ملوثة حضرتك بتحتقرني كده قفلت منك حضرتك شفت وانا بتكلم مثلا ان انا ببص في الارض على طول ممكن لحضرتك او الموظف شاب صغير معندوش خبر اوي ايوة دهي علامة احترام اذا لأي سبب من الاسباب قد يرفض قطعا فانا بعمل استئناف اعمل رفض الاستئناف خلاص بقى الله غالب بقى ملف مقفول وروح اه ما حد نصر برضو ما بتروحش حد نقوات دلالتي والسؤال هي مصر اللي علاقة بالموضوع اصلا اه اوكي ده راجل مقيمة على ارضها وبيروح يزور المفوضية جميل جدا ليه في المفوضية اه في 6 اكتوبر اه في 6 اكتوبر اه خلاص اه الامال انا كدولة مصرية اه انت مقيمة عن جزا جزا يغيرك اه فبراير من العام 1954 حصلت اه او تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين مصر ومفوضية الامة المتحدة للشؤون اللاجئين بيسموها في بعض الاحيان اتفاقية المقر الامة المتحدة بتشغل في اي مكان ليه لما كون الدولة قدرتها يعني صعبة شوية ان هي تستوعب هذه الاعداد فمصر اوكلت الى مفوضية الامة المتحدة للشؤون اللاجئين ان هي تقوم بتحديد صفة اللاجئين هو العبء المشترك مفوضية اللاجئين بتبعت لوزارة الخارجية الاول اللي اعتبرات امنية اسمي مثلا اشرف ملاد ده اللاجئ مقبول او لسه قيد العرف حضرتك فانا ما اعتمد في القائمة اللي عندي كمقيم طالب لجوء مثلا اه وبروح اخد الاقامة الاول من المجمع بعد كده بقي من العباسية اللي هي الجوازات فمصر بتنفس بناء على ان المفوضية الامة المتحدة الشؤون اللاجئين قالت ان الشخص ده تحت ولايتنا اه كويس فبعرف الرقم من خلال ده اه طبعا يبت تطوبيت الف دولة اللي موجودين في المفوضية وموجودين عند المصر عند الحكومة المصرية بتأكيد طبعا كويس اه وخارجهم مقيم مقيم اه مهاجر احيانا بيبقى تحت ولاية ال اي او ام منظمة الهجرة الدولية اه تساعدوا في حاجة يا لقم منظمة الهجرة الدولية اه بتساعدوا وازال يدخل كمهاجر اه لا ما هو ممكن يكون جاي اه اترفض يعني حضرتك اصدقائنا اللي بيطلعوا بالبحر بأوروبا اه زي كده ما بنشوف في القانون المصري او في اي قانون المتهم بريء الى ان تثبت ايدانته فطالب اللجوء هو لاجئ الى ان يثبت غير ذلك اه اخد فرصتي الاولى فرصتي التانية لو ثابت غير كده لا حضرتك بقى مش عايزين كل سنة طيب المفروض ترجع بلدك اه فبالتالي الشخص اللي بيطلب اللي بيطلب اللجوء لو اترفض يعتبر مهاجر موجود على الاراضي سواء عنده وضع قانوني او لا فيه كتير جدا موجودين حتى فيه اطراف 6 اكتوبر طريق الوحاة تتلاقي ناس قاعدين على اطراف الاماكن دي بيسموا informal settlements يعني زي تجمعات غير رسمية في الناس لو ما بعيد عن اي مشكلة لانا طب وريني اقامتك مثلا فالعدد التسع مليون اللي الدولة بتقوله طبعا يعني انا شايف العدد ممكن يكون اقل من كده لكن الدولة مؤخرا نشرت العداد يعني قالت 4 مليون سوداني انا انا تقديره انهم 4 مليون فعلا وقالت طيب فيه مليون عراقي ومليون يمني ومليون ليبي طب فيه 600 600 الف سعودي مثلا ندولهمش علاقة باللجوء لكن موجودين على الاراضي المصري فالدولة المصري دول العراقي لاجه اللاجئ لايه؟ العراقي من وانت بتحسبه كلاجئ لايه؟ اه امريكا غزت العراق 19 مارس 2003 الغزو ما جابش لاجئين لكن التناحر اللي حصل اه هو اللي بتدى يجيب لاجئين من اواخر ده بتسميهم لاجئين اه واللي بتسميهم ناس هجروا من يعني طب سؤال اتفضل اتفضل عشان نفهم بمصطلح من ناحية اخر المصريين اللي في ليبيا بشتغلوا المصريين اللي راحوا للعراق اشتغلوا نعم المصريين اللي بشتغلوا في الخليج وفي السعودية اسموه ميه؟ لا مهاجرين اسموه مهاجرين؟ او عمالة مهاجرة ودول يوم كمان اتفاقية اتفاقية حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم طيب السوري اللي فاتح محل هنا في مصر انا سميه ايه؟ احنا عندنا مليون ونص سوري منهم مية وخمسين الف مساجلين في المفاوضية يعني كل عشرة منهم واحد انا اسف محتاج المفاوضية محتاج الحماية التسعة التانيين دولا بيشتغلوا وبيتفاع فلوس للبلد طيب ده بيسميهم ايه؟ لا مهاجر مهاجر مش لدي والمهاجر ده اصل المفهوم كأن المهاجر عبء على الدولة اللي هو مهاجر له طيب هو مش بيشتغل يعني الموظف المصري اللي بيشتغل في جدة الطبيب المصري اللي بيشتغل في كندا عبء على كندا؟ لا وحتى المصري هناك برضو ما اعتبرش مهاجر اولا ان هو مش عايش باقي حياته ما خادش الجنسية يعني اللي بيرمي اللي هو ياخد الجنسية ده المهاجر هو كن يكون مغترب اجنبي موجودة على اراضي اي دولة لكن ملوش علاقة باللجوء وانا لو فتحنا الهجرة فتحنا الجنسية لغير المصريين حد تقدم عدد كبير يعني؟ هي الشروط صعبة شوية حتى لو مصري يعني لو اجنبية جوزت مصري بتاخد جنسية بعد اربع سنة الاجنبي اللي جوز من مصري بتطلع عينه الاول وبعدين يدوله جنسية اه اكتر من خمس سنين؟ اه اه اكتر بكتير اه وليها شروط طبعا منها انو يكون بيتكلم اللغة العربية يعني شوية شروط لطيفة خالص في احتزاز شديد بالجنسية المصرية اوي كده؟ ما عرفش احنا بما بخل بيها اي اه مصر بلد طرده طبعا يعني حتى ان احنا كمان يعني الدول في موضوع جنسية في نوعين حق الدم وحق الاقليم احنا حق الدم فحتى اللي تولد على ارض مصرية ما بديدولهش جنسية يعني كده مش انجليز احنا الانجليز يدونا اه بالضبط انجليز والامريكان يدو اه طيب مرة اخرى عايز اوصل لي اعباء الدولة التي تستضيف هؤلاء المهاجرين تمام اه احنا بنكلم دائما على انه احنا بنستهلك دعمنا بيستهلك يعني اه اه مخدماتنا بتستهلك من قبل المهاجرين صحيح لكن المهاجرين ما بيدوش حاجة يعني اللي قاعد في المهاجر هنا بيقبض مثلا من هنا هل في احنا ندفع حاجة دي كانت اشاعة للأسف الشديد اثيرت فترة من الفترات اه وتقال ان هما بيقضوا بالدولار من الدولة المصرية طب الكلام ده ما فيوش اي اه جزء بالصح لغاية سنة 2004 كان كل لاجئ ايامها طبعا 2004 انا كان ممكن اخد له ابتو لغاية مثلا 4500 جنيه من شريك المفاوضية التنفيذي مؤسس اسمها كاريتاس من طريقها بيقضوا المساعدات الشهرية اللاجئين المسجلين المسجلين عامل ازعوا بقا بالكم مليون البقين لا 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 تحت ولاية مفاوضية اللاجئين 2004 ابتدت المسألة يعني العداد تزيد خاصة بعد ازم الضرفور في 2004 تفاقمة 2004 كانت سنة غريبة شوية وجم العراقيين ايضا اواخر 2004 فابتدوا طب قالوا لا يعني برضو الميزانية مش كبيرة بتاعة المفاوضية بتاعة الجهات دي طب يا جماعة نعملها كيس باي كيس كيس باي كيس يعني نعمل زيارات كده زي زي هنا شون الاجتماعي او التضامن الاجتماعي ما عمله بحث حالة لان انا فاكر زمان خالص حضرنا ندوة لمدير المفاوضية في القاهرة الكلام ده من 18-20 سنة فقال انا لقيت ناس من جنسيات معينة واخدين شؤة مثلا خمس تلاف جنيه في الشهر في مناطق فدون ياخدوا فلوس ليه ياخدوا ربعمائة خمسمائة جنيه ليه بس طبعا دون قلة قليلة اللي هما اه سجلوا بس عشان موضوع الحماية انه ممكن اكون انا مثلا مش محتاج حاجة من المفاوضية للخدمات ولا محتاج المبلغ الصغير اللي ممكن ااخدوا كل سنة للاولادي لكن انا خاف ان انا اترحل لان انا معارض انا موجود في دولة دولة ممكن تباعني يعني مش بضره مصر يعني زي ما حصل مثلا مع محمد المسعاري المعارض السعودي فبريطانيا اللي بس انهم افشوا الموضوع وحصلت حملة اه بالضبط اه بالضبط فبيبقى الشخص لا بيحتمي يستظل بحماية المفاوضية بس كل ده بسدارشة بنتكلمني عن 300 الف انا بكلم عن الملايين الملايين دولة انا كدولة نعم عندي اعباء تجاههم عندي مسئوليات تجاههم هو كل مشكلته والي هو مقيم في بلدي اللي هو ملاهوا عليهم عليهم يا اما بيشتغل وظائف شقة جدا ممكن انا كاشرف ما اقدرش اشتغلها مثلا وغالبا في حالات كتير جدا يمكن انت فوق الستين في المية هما ارايبهم اللي عايشين في المهجر بيبعتولهم فلوس بشكل شهري يعني العيب اللي بيحصل هو مثلا يعني مش عايز اتكلم يعني مفيش دعم او يشاركون فيه يعني يعني مفيش دعم بيروحوا المدارس المصري هما بيروحوا المدارس المصري طيب اقول لحضرتك مصر بالمناسبة متحفزة على خمس بنود من اتفاقية 1951 مصر من الدول اللي سهمت في المسودة بتاعتها مصر والعراق الحقيقة من البلدين الوحيدتين العربيتين اللي سهموا في صياغة الاتفاقية فمصر لها خمس تحفزات مواد 12 و22 و23 و24 منهم التعليم لكن صدر قرارات مثلا من سنة 2002 يعني من ايه التحفز في التعليم ايه مش مطالب بتعليمهم من الواحد وخبسينه كلامه تصدر قرارات مثلا من وزراء التعليم المصريين بان يعامل الفلسطيني بعد كده السوداني بعد كده اليمني بعد كده السوري معاملة المصري بس روح بقى يعني انا اجدع بقى ان انا روح الاقي مكان بقى برضو يعني باصطدم بمشكلة انت خلص تعمل معاملة المصري اوكي ممكن تدخل بسه بقى قابلني بقى لو لقيت مكان المصري نفسه بقى بيروحش نسم الغياب يعني انا مروحة بقى هاتك ديسك وخش بي اي حاجة زيك زي غيرك برضو معاملة المصريين اذا حتى المعاملة معاملة المصريين مش دعم خاص يعني ولكن اه مصر انها تحفزت على الحق انها مزامة تعليم اللاجئين الا ان ايضا في الهيئة الاغاثة الكاسوليكية دي بتدفع مساهمات لأهالي التلاميذ على حسب طبعا شهادات ميلادهم شهادات وجودهم في المدارس بتدي منحة سنوية لكل تلعاب بكل تلميذ من التلتمية الف ولا من الملايين لا لتلتمية الف بس انا اكلمك على الملايين اه 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 ها اه ها مناس لهم لفاوضيت اللاجئين اه 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 انا كدولة ملزمة تجاههم بشيء اه اه يني انا مش ملزم تجاهamb يعني هو بينزل يشتري الدوام لأجزاء كانت زي أي حد ينروح المستشفى القزة زي أي حد مش كده يعني هو ممكن مزحمة مثلا إن احنا برضو حتى المستشفىات العامة ما بيتش كتير يعني فهو ممكن آه يبقى بيزاحم شوية في العلاج مثلا لكن لو خلاص الدولايات الأطباء السروليين ظهروا كأطباء في المستشفىات والطباء في الفلسطين وغيره طيب هنطرقنا في قضية فلسطين شوية لأن فلسطين قضية تاريخية قديمة ويعني القوانين الواضحة فيها عند الجميع نكلم على الليبي اليمني العراق العراق السوري نعم السوداني طوال الحال هل في أي شيء يخصهم من قوانين تميزهم ميزات عن المصري في لا عن المصري لا عن المصري لا هو اللاجئ عن الأسيوبي عن التنزاني اللاجئ هو في وضعية أفضل من الأجنبي وبالتأكيد أقل من الوطني كويس هم في حاجتين سوداني هل تتكلمنا عن 300 ألف ألا عن ملايين لا عموما الفلسطيني والسوداني بالذات في مسألة تصريح العمل تصريح العمل طبعا يعني أن تجيب غراب أبيض مثلا وحاجات غريبة بس تصريح العمل يا فندم لو العمل حكومي لا لا حتى في العمل في القطاع يعني أنا أفتح دكان حلويات ومطعم شأن كثير من أخواتنا السوريين ده فيه غلب في التصريح لأن القانون بيشترط أن يكون تخصص نادر غير موجود وأن ما زيتش عن 10% من قوة العمل وأن أمضي تعهد كتاب أن أنا أنقل خبرتي يعني تحت إشرافي مصريين ففيها حاجات صعبة بس دي قوات كويس وفيها استفادة للبلد رحنا مرة آه يعني اللي هي وزارة القوة العاملة فقاله ومش عايزين حد يزاحم فاللي بس بتخلص على الورق بتتسدف الورق بيتقال بص ما فيش حتى فيش حتى جريب يعني أنا بتتسجل طيب بيتقال مثلا إن أشرف ميلاد بيشتغل عند الأستاذ إبراهيم متدرب بمكافأة وحضرتك بقى تتفق مع الأستاذ المحاسب إنه ما تكونش بشكل مستديم أوي يعني بيكونش بشكل منتظم يعني ياخد يناير فبراير آه مثلا كده بيستنى مارسه دموكافأة أو كده أنا أفتكر إن بيسموها بيضة الديك الإنجاز العبقري اللي أنا عملته في مدى الثلاثة عشرين سنة اللي فاته كان سنة الفين واثنين قدرنا نجيب تصريح عمل لواحد بيتكلم لغة الشلق ودي تريد من هم تلتمائة واحد أصلا اللي في السودان نفسها لغة نادرة جدا فهتقولنا بقى مصر بيتكلم شو لك فده الوحيد اللي جبنا له تصريح نو يشتغل في مشروع دعم اللاجين ده الإنجاز الوحيد اللي حاصل فالحاصل ما الكل اللي بيعملوا دولا بيعملوا ازاي فلا وكلهم عمل حر آه آه عمل حر يشتغل في محل أي كل اللي بيعملوا ازاي تصريح عمل إزغال صعب وأشكل آه 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 إلا لو مثلا المطعم سوري فجايبين حد متخصص شاورمة حنا بيكون المطعم شراكة ما بين مصري وسوري فبتتحل كده آه آه يعني الشراكة بتحل آه يعني أنا لو مهاجر وعد هنا وعايز عمل مصنع آه آه فيفضل أنا أخذ أستاذ أشرف أو أستاذ محمود معايا كمصري عشان بيخلص الموضوع بالضبط كشركاء مستثمر آه بالضبط هتلاقي مثلا كشري فلان وفلان السوري آه ما لهمش علاقة بعدها بس هنا مثلا بيبع شرك التضامن أو توصية بسيطة آه بيتفقوا بينهم وبين بعض حتى لو القانون يستوجب طبعا أن المصري هو اللي دير برضو بيعمله يعني ورقة بينهم كده هو طي يعني إيه يعني تبعني وتبع الأصول مثلا كويس حل وجميل فمجمل القول السودانين والسوريين والفلسطينين عندهم قعفى مثلا من الرسوم الخاصة بتصريح العمل آه لكن الشروط بتبع موجودة إلى حد المال فلسطين طبعا من الأواخر الأربعينات كانت قرارات جامعة الدول العربية بمعاملتهم بمعاملة المحل المحلين إلا في مسألة الجنسية للحفاظ على اللي هو الفلسطين صحيح طب قل لي القانون المزمع بقى المشروع القانون ده ممكن أن يضم إيه علشان يضبط إيه المشاكل اللي ممكن يضبطها مثل هذا القانون القانون ده أنا بسمع عنه من 2005 وأنا مش عارف حتى الغد دلوقتي هو اتعمل ومشروع إحنا كنا في ورشة عمل في يناير اللي فات فكان حد من أعضاء البرلمان تابعة لإيه فإن نواصل العمل يعني مؤسسة للاجئين فجابوني أنا اللي حاضر فبكلم حد على إن إحنا في قانون بتعمل قال لي لا ما سمعناش عن فيه أي قانون من سنتين الحرة كان بتتكلب قرارات الحرة كان بتتكلب على إن فيه قانون يتعمل قال لي لا أو جير النظمية اللي بعد حدثت بس هو الحكومة اللي علاية إن أقرت مشروع قانون لجول الأجانب آه ممكن آه 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 أقرته آه أوكي وملامحه آه إن هو فيه أهم حاجتين اللجنة اللجنة للاجئين ودي طبعا بتكون ليها علاقة بوزارة الخارجية وزارة الداخلية الأمن الوطني وزارة العدل وموظفين من من مؤسسات دولية بيكونوا موجودين يعني مثلا وفيها حاجة اسمها معتمدية اللاجئين آه بس كل ده بنكلم على اللاجئ نعم مش على المهاجر المقيم بالظبط لأ ما هو فيه قوانات ترسانة قوانين تانية عندنا في مصر لها علاقة يعني احنا عندنا مثلا قانون الأجانب قانون تسعة وتمين لسنة ستين آه عدل في سنة ألفين وخمس عدل في ألفين وخمس كان لازم معدل إنه سنة ستين كان فيها دفع للأجانب حفرية شوية حرف فاكر مصحية تسعدون المجنون أيوة ينرب لله بالظبط أيوة بالظبط فالفكرة كانت إنه تعامل القانون هو تعدل في سنة ألفين وخمسة كمان عشان تغليز العلو وعقوبة في الجزء الخاص بمغادرة البلاد من غير النقاط التي حددها وزير الداخلية عشان موضوع التسلل لأولاد عمنا شرقا شوية فاتغلزت العقوبة وعندنا أيضا فيه قانون نتعمل قانون أربعة ستين سنة ألفين وعشر خاص بالاتجار بالبشر وده برضو مستوحى من بروتوكول بليرمو ألفين وثلاثة وعندنا قانون الهجرة غير الشرعية أو احنا بسمها غير النظامية بتقول الحقوق يعني ألفين وستاشر قانون ده تعمل يمكن أو صدر بعد عدة أيام بسيطة جدا من حادث غرق مركب رشيد المأساوي في سبتمبر وده أيضا كان لها علاقة بإن دول أوروبا بتدت تضغط علينا هما تقولوا بيتفاوضوا بس هما بيتغطوا يعني عشان يتعاملوا منصة في مصر لاجئ القوارب اللي بيترفضوا عنزي أقولك حضرتك اللي بيلمس الأراضي هناك لازم من حقه إن هما يشوفوا إذا كان لاجئ أو لا فعايزين يرجعوا يعني أنا عاسف في اللفظ الفوارغ يعني اللي مش لاجئ نرجع فقالوا نعمل ثلاث منصة تركيا في الشرق ومصر في النص والمغرب في الغرب تركيا وفقت في 2016 مصر والمغرب رفضوا فمصر عشان يعني تقول طيب إحنا بنعمل جهود فتعامل القانون بتاع قانون خليني 82 لسنة 2016 الخاص بالهجرة غير الشرعية وعد للسنة اللي فاتت بالقانون 22 لسنة 22 كانت الغرامة توصل لنص مليون وصلت لخمسة مليون بالوقت غرامة المشاركة في الهجرة غير الشرعية المشاركة للمهرب مش شخص يعني عزو الحرك مثلا لو ضربنا مثلا بقضاء الأداب الراجل بيوم أشاهد الست هي اللي بتوقف ده نفس المسألة المهرب هو اللي بتقبض عليه الشخص اللي بيركب معاه لا بي حتى يعني لما اشتغلت ويتعالي عنهم ضحايا مش اللهم الأصحاب هو اللي بيشارك في عملية إعداد التهجرة وإنما اللي عايز طالب الهجرة ده حضرحية والدولة المصرية كانت بتراعي ده 2013-2015 كان جزء من شغل إن أنا أروح وإن نسان في عملية الإفراج عن اللي مقبوض عليهم فكانوا معلهمش عقوبة لكن كانوا يعني طبعا أي حد أجناب في مصر بيقعد فترة محتجز لو في قضية لغاية لما يعني يجيبوا آخره يكون جسوس يكون أي حاجة فأمنيا آه بيروح شوية الأمن الوطني شوية مدرية الأمن شوية الجوازات لغاية لما يبدو في عمر فكانت المسألة اللي هي إزال احتجاز الإداري شوية أرصت ودن شوية لأنه ما فيش عقوبة فعلا ما فيش عقوبة جنائية ما فيش عقوبة عليه بالزلط أصد أشرف ميلاد روكسي أشكرك للغاية وفهمنا الفرق بين اللاجئ والمهاجر وفهمنا أن عدد اللاجئين رسميا طبقا لمفاوضة اللاجئين هنا في مصر 300 ألف وقليل وانت عدتهم وقلتنا تقريبا 160 ألف سوري بالزبط ما عليش يكمل الباقي آه حوالي 150 ألف سوري السودانيين دلوقتي بعد ما تسجل حوالي 8-9 تلاف من اللجوم مؤخرا من الأحداث من 15 إبريل العدد يعني يزيد قليلا على حوالي 60 ألف بتوع جنوب السودان 30 ألف الجنسيات التانية من يعني من 18 ألف مثلا الأثيوبيين الإريتريين الصوماليين إحنا بنستقبل لاجئين من 53 دولة فيه من البوسنة فيه من القنغو فيه من رواندا من بورندي في حدود عقل 300 ألف شخص ناجئ المسجلين فعلا المسجلين على تحضلات اسمه مهاجر مقيم أو مهاجر مموض على أرض الملايين بزرق أو النابي مقيم على الأراضي وما حدش بقى بيفتشه أوي إلا غير لو عايز يعمل إجراءات توكيل لمحامي إجراءات في بنك لها محتاجين للإقامة من غير كده الدنيا بتمشي إنما اللي معاه قاموا بيشتغل عادي والدنيا مش عادي اللاجئ أو طالب اللجوء أعنابي مقيم زي المصر المقيم في أي دولة في العالم شكرا جدا صدق أشرف ميلاد روكسي المحامي المتخصص في شؤون اللاجئين أشكركم إلى فاصل